اهلا بكم تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق بعد تاريخ من التوترات والتجاذبات بسبب عدد من الملفات العالقة وابرزها ملف حزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الارهاب وتعتبره انقرة تهديدا امنيا لها بسبب عمليات العسكرية المنطلقة من العراق ضد الاراضي التركية والملف الاخر هو ملف المياه والخلاب بشأن موارد المياه وبناء السدود على الانهار المشتركة بين البلدين وهما دجلة والفرات وتأثير هذه السدود التركية على تدفق المياه الى العراق ويقول خبراء اسكريون ان عجز الحكومة في بغداد في الحدي من نفوذ حزب العمال الكردستاني في العراق دفع حكومة السوداني للتفكير في ابراهيم اتفاقية امنية مع انقرة لانشاء منطقة عازلة بغية خفض العمليات العسكرية التركية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ويقول مسؤولون حكوميون في العراق ان مذكرات التفاهم التي وقعت مع ترك تأتي في اطار العلاقة الاستراتيجية والشراكة في مجالات النقل والطاقة والامن والاقتصاد وتعاون رجال الاعمال في البلدين اما السوداني فقد قال ان زيارة الرئيس اردوغان ليست زيارة عابرة وهناك رغبة حقيقية لدى العراق وتركيا بالذهاب او التوجه الى الحلول وليس ترحيل الملفات وكرر السوداني تصريحات حكومية سابقة بان العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على تركيا وتهديد مصالحها الحيوية مستقبل العلاقات التركية العراقية والتحديات التي تواجهها في ضوء الوضع القائم في العراق بعد العام 2003 هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما شكل وطبيعة العلاقات التركية العراقية التي يتم الحديث عنها بعد زيارة الرئيس اردوغان الى العراق وهل فعلا ان التركيا والعراق في مرحلة طي صفحة الخلافات والتوترات الكبيرة بينهم وما اسباب رفض السلطات او الحكومة في العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية والاكتفاء بحضر نشاطاته العسكرية في الاراضي العراقية وما جدية الهواجس التركية من اقدام ايران على تخريب الرؤية الاقليمية المشتركة في التنمية الاقتصادية للمنطقة ضيفات طاولة عبدالوهاب القصاب رافع الفلاح زيارة استثنائية لوضع النقاط على الحروف ومناقشة ملفات معقدة ربما تتجاوز في بعدها الاقليمي انقرة وبغداد رئيس التركي رجب طيب اردوغان زار العراق لاول مرة بعد 13 عاما لمناقشة اكثر من ملف شائك منه الامن والاقتصادي والنقل اكثر من 30 مذكرة تفاهم متعددة الجوانب بين العراق وتركيا ابرزها الامنية والمياه والاقتصادية والطاقة والنقل هذا كان من المفترض تطبيقه واقعيا الا ان الرغبات غير الحقائق على ما يبدو تطبيق مذكرات التفاهم على ارض الواقع قد تصطدم بعوائق تتعلق بالحالة الامنية والسياسية في العراق كما يقول مراقبون فما عدى المشاريع الاقتصادية وملف المياه التي من الممكن حل حالتها تأتي معضلة حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا بسبب ارتباطاته الاقليمية التي تعبر العراق والحديث هنا عن ايران التي حولت ميليشيا بيكاكا مقرها الرئيس اليها حيث تستخدمها طهران كادات ضغط اقليمية كما اكد موقع نيولاينز الامريكي تحقيق الامن اولا هو مفتاح حل القضايا المتبقية هذا ما يقوله باحثون في شأن السياسي وتؤكده وقائع الاتفاقات الاستراتيجية بين الدول ولهذا فان انقرى مصرة على المنطقة الامنة وضرب بؤر البكاكا ليبقى السؤال فيما اذا كانت حكومة السودان تمتلك قرارا سياديا يخولها التعاون مع تركيا لفرض الامن هذا ما يشكك به مراقبون اذ سبق لحكومات بغداد المتعاقبة من ذنور المالك مرورا بالكاظمي ان تعهدت بالتعاون مع تركيا في هذا الملف لكن ذلك لم ينفذ بسبب الارتباط الوثيق بين ميليشيات الحشدي والبكاكا برعاية ايرانية محاولات عربية واقليمية سابقة لاحتواء النظام القائم في العراق والتعامل معه على افتراض انه قادر على اتخاذ القرارات السيادية من تلقاء نفسه فاذا بالمحاولات تبوء بالفشل وربما سببت توترا عند الاطراف التي حاولت احتواء هذا النظام اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار ستمحث الحلقة حلقة الليلة في شكل وطبيعات والعلاقات التركية العراقية بعد زيارة الرئيس اردوغان الاخيرة الى العراق والتحديات التي تواجه هذه العلاقة الجديدة ضيفة الطاولة الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي واشنطن والدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي وكلاهما معنا في الستوديو اهلا وسهلا بالضيفين اياكم الله نبدأ مع دكتور عبدالوهاب القصاب دكتور جرى الحديث بعد زيارة الرئيس اردوغان وحتى قبل الزيارة عن ان هناك حقبة جديدة مرحلة مختلفة من العلاقة بين تركيا والعراق في ضوء مناقشة ملفات يعني عديدة ابرزها طبعا ملف حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة ارهابية ما شكل هذه العلاقة او المرحلة الجديدة من العلاقة الجديدة التي انهت كثيرا او خلافات مزمنة شكرا جزيلا سيدنا السفافة والشكر الموصول لي اخي وصديقي السادة الفلاحي بحقيقة المنطق يقتضي بان اذا ما نظرت الى الخارطة الى الجغرافيا سترى ان البلدان ان البلدين يكملان بعضهم والمحور الذي يكمل البلدين مع بعضهما هو وجود الرافدين دجلة والفرات يشكلان عام الربط قوي حقيقة بين البلدين وعام الاعتماد مشتركة ايضا بين البلدين العراق وتركيا ونتيجة لهذه الحقيقة كانت العلاقات على طول الزمن علاقات ايجابية بين العراق وتركيا حتى حلت المرحلة المظلمة الاخيرة التي اتى بها الاحتلال الى العراق ذلك لان العراق قد اضحى حديقة خلفية للنفوذ الايراني ونحن نعلم بان ايران اذا ما اخذتها هي المضاد النوعي لتركها في هذه المنطقة والان اتحدى قليلا في نطاق الجيوبولاتيكس قدر العراق ان يكون جاره الشمالي ليس عربيا وجاره الشرقي ليس عربيا فالجارين اذا ما تعاون فيما بينهما يشكلان ضاغطة قوية على العراق تؤثر عليه وعلى حركته وعلى انفتاحه على محيطه ومجاله الحيوي رئيسي اللي هو الوطن العربي الذي يشكل حاضينته والخلفية هذا من جهة من جهة اخرى اذا ما نظرت الى هذه الكتلة الجغرافية كلها التي تشكل ايران حدها الشرقي وتركيا حدها الشمالي ثم منطقة المشرق العربي والجزيرة العربية ستجد ان لو كانت هناك نيات صافية ببناء علاقة وظيفية بين هذا الفضاء الجيوبولاتيكي الذي يشكل هذه البلدان كلها ستجد ان هناك الكثير من الخير الذي يؤمل الحصول عليه هذا النقطة الثانية النقطة الثالثة ان العلاقة الوظيفية دعني اضعها بهذا الاطار بين العراق وتركيا تختلف اختلافا جذريا عن العلاقة الوظيفية بين العراق وايران وتسألني ليه ماذا سأجيبه عندما تم حسم ملف ولاية الموصل في عصبة الامام في 1925 انتهت مرحلة التوترات العراقية التركية ودحلت محلها مرحلة تعاون بين تركيا من جهة التي لها حدود مع العراق حوال 330-350 كم وبين العراق اصبحت هناك حقبة من التعاون المعروف وكان اهتمام تركيا الاول في تلك المحلة هو الاعتراف بالعراق كيان واحد سيد حد مستقل لان هذا الكيان سيحفظ حدود تركيا الجنوبية من التهديدات الداخلية التي تشكلها التطلعات التركية الكردية الكردية علم بان التطلعات الكردية في تركيا هي الاتقال في هذا المحيط كله هذه من جهة ثانية فظلت هذه الحقيقة هذه الحقيقة هي تمثل سمة العلاقة بين تركيا والعراق من 1925 وإلى 2003 عندما كانت تحصل في العراق وفي تركيا انتهاكات داخلية تهدد الطرف الآخر كان هناك على طول المدى اتفاق بين البلدين يسمح للبلدين بالسيطرة وبمحاربة الأصيان أو الأصيانات وحتى بالدخول لأراضي البلد الآخر على شكل متبادل يعني الحق الموجود لتركيا ونفس الحق الموجود للعراق هناك كان بحدود خمس كيلومتر عبكي في تلك الفترة إذا ما قلبت هذه المعادلة الآن وحاولت أن تطبقها على إيران هل أن إيران نظرت إلى العراق الحديث المستقل لا دكتور اسمع لي سنتحدث استنادا إلى هذا الارث من التعاون بين الدولة العراقية والدولة التركية اللي قدمت بهذا الإيجاز أشكرك شكرا جزيلا هل تعتقد أن هذا الارث الطويل دافعا فعلا ومستندا لتتشين تتشين مرحلة جديدة من العلاقات اللي يتم الحديث عنها علاقات جيدة ومتعافية اللي يتحدث عنها الآن الرئيسة الدوغان وتحدث عنها حتى السوداني يعني أنا هنا لدي بعض التحفظ حقيقة وتحفظي لديه مبررات الحكومات العراقية بعد 2003 وقعت أكثر من انتفاقية مع الظاهير العربي مع الأردن ومع مصر من جهة مع السعودية من جهة أخرى وحتى مع الكويت لتطبيق شيء من التعاون الاستراتيجي بين هذه البلدات ولعل أهم واحد من هذه الاتفاقية كان هو الاتفاقية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق والتي فيها التزامات على الطرفين لكن نرى أن نظام الحكومة الموجود في بغداد يوقع هذا اليوم ويتناسى توقيعه في اليوم الذي يليه من هنا أنا لدي الهواجس أنه هل سيتمكن السوداني؟ أشكرك هذا هو سؤالنا أنا أشكرك تعاوني حتى نحيل على الدكتور رافع إذا سمعتني والله إذا سمعتني الدكتور رافع هل سيتمكن السوداني وحكومته من تنفيذ والإيفاء بالشق المتعلق بالعراق في هذه الاتفاقيات خاصة أمنية وغير أمنية وحزب العمال الكردستاني بعد زيارة الرئيس أردوغان انتروا كدولة وواضح أنه دولة فيها قرار قرار الدولة لكن الوضع في العراق في حالة سيولة هل ويبدو قد الأتراك يبنون أمنيات كبيرة على قضية هذا التعاون أو الاتفاقيات هل بإمكان السوداني أن ينفذ الشق أو الجزء المتعلق بالعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أسد ماجد وحيي ضيفك الدكتور الأخي الدكتور عبدالوهاب القصاب الحقيقة وأتحدث عنه واقعي جدا وسؤالك منطقي جدا لأنه الآن العلاقة بين دولتين وأنت تنظر إلى العلاقة بين الدول تنظر إلى سياسة هذه الدولة قيام هذه الدولة ووضعية هذه الدولة والدولة الأخرى وتقيس على ذلك هل يمكن تطبيق هذه الاتفاقيات والشراكات العلاقات الطيبة فيما يخص تركيا أنت تحدثت عنها دولة يعني الآن لها وزنها تحاول أن تعزز هذا الوزن في منطقتها كلها في أوروبا شرقا وفي يعني غربا في المنطقة شرقا في المنطقة العربية وغربا في أوروبا بشكل أو بآخر الحقيقة ولها وزنها وهي تسعى يعني يذكرني هذا الآن في يوم 22 ربما أكتوبر 2022 تحدث الرئيس رجيب الطيبة ردوغان كان يتحدث عن المئوية الثانية لأن الدولة التركية الحديثة أسست يوم 23 عشر أو 1923 قامت هذه الدولة فمئوية كاملة مرت والمئوية الثانية الآن بدأت فكان يتحدث عن مبادئ المئوية القادمة خارط الطريق للمئوية القادمة فمبادئ كثير ومبادئ رائعة الحقيقة من ضمنها أعتقد المبدأ السادس أو السابع كان يتحدث عن استقرار كيف تستقر تركيا في منطقة قلقة غير مستقرة فيها كثير من الفوضى وهذا ما يحدث في حديثنا عن العلاقات العراقية التركية تركيا دولة مستقرة لا استقرارها لها سياساتها لها مؤسساتها والعراق في المقابل من عام 2003 لحد الآن لا دولة في العراق لدينا رؤوس كثيرة للحكومة وأضعفها وربما قلت هذا أكثر من مرة أضعفها ورأس الحكومة قد تبدو هي الحكومة الآن في الواجهة لكن أضعف رأس في كل المنظومة الحاكمة في العراق كل الرؤوس الأخرى تتحكم في هذه الرئيس وتدفعها للقول أو للحديث باسمها ومن ضمن هذه الرؤوس المهمة والرئيسية هي رؤوس أقليمية خارجية إيران ورؤوس دولية أمريكا فبالتالي الإرادة السياسية في العراق والقرار في العراق لا تمتلكه الحكومة وهذا يجب أن وأكيد تدركها تركيا تعرف أن قرار العراق قرار الحكومة العراقية ليس بأيديها هذه ليست صحبة قرار فكل القضايا العالقة الملفات العالقة هذه تحتاج إلى قرارات خارجية وليست قرارات داخلية وأولها ما تحدثت عنه في مقدمتك البككة حزب العمال الكردستاني وقضية طريق التنمية هذه القضيتين الأساسيتين التي تركيا تسعى إليها بشكل قوي هذه قرارها ليست بيد الحكومة العراقية لذلك كل ما جرى بيد من سأقول لك طريق التنمية طريق التنمية إيران لا تقبل عليه لأنه يقوي استقلالية الاقتصادية للعراق وهي لا تريد هذا لكي يبقى العراق سوقا مفتوحا للبضاعة الإيرانية وتبقى إيران متغولة ومسيطرة على الاقتصاد العراق وعندما تسيطر على الاقتصاد العراقي تستفيد كثيرا وهذا مفهوم القضية الأخرى أمريكا لديها اتفاق مع أيضا لا تقبل على هذا الطريق لأنه لديها اتفاق مع إسرائيل ويذهب باتجاه إسرائيل مر طريق آخر طريق الهندي ممر الهندي ومر باتجاه القناة السويس ويخرج منك باتجاه إسرائيل إضافة إلى هذا يعني ذكر الدكتور عبدالوهاب قبل قليل الاتفاقية العراقية الأردنية المصرية من ضمن هذا هذا الموضوع يضرب بقناة السويس يعني ينهي قناة السويس إذا ما جرى يعني افتاح هذا الطريق ثانيا إيران لا تريد هذا الطريق لأنه هذا الطريق سيؤدي إلى أن يبعث في تركيا الحياة الاقتصادية ستكون تركيا قدرة اقتصادية عالية في المنطقة هذه لا تريد إيران والطريق يمضي باتجاه الأكراد ويدخل إلى تركيا فلا تريد هذا القضية لأنه هذا فيها حسابات أخرى دكتور اسمعيل خلنا نأجل طريق التنمية وخلنا نأخذ الملفات حسب أهميتها والملف الأبرز هو قضية يعني حزب العمال ورفض السلطات في العراق والحكومة تصنيفها منظمة إرهابية وحضرة نسأل دكتور عبدالوهاب القصار ما الذي يترتب على عملية أو على تصنيف حزب العمال كمنظمة إرهابية يعني ما يترتب سياسيا قانونيا عسكريا لذلك الحكومة ترفض أن تجعله قيان إرهابي لا أعلم أن كانت الحكومة العراقية لا زالت لا تعتبره منظمة إرهابية نعم لا زالت لا لأنه كان هناك تصريح بالأمس من وزير الخارجية الترسي كما أعلم رحب أعقبه التصريح للناطق باسم الحكومة بعد الزيارة باسم العوادي وقال نحن نحضره ونحضر نشاطاته وليس مصنف منظمة إرهابية نعم التصنيف كمنظمة إرهابية طبعا يضع على عاتق الدولة أو على عاتق الحكومة مجموعة أو فرشة كبيرة جدا من الالتزامات التي عليها أن تقوم بها حظر الوجود حظر التعامل حظر التحويلات المالية حظر تقديم المساعدات من أي جهة كانت لربما هذا هو السبب لأن الحكومة العراقية لا تملك العكومة لا تملك الأدوات التي بإمكانها أن تفرض هذه الحالات وأن حزب التككة أو حزب العمال الكردستاني في قطاعات معينة من العراق موجودة تحت مظلة ميليشيات ومؤسسات الحز الشعبي العراقية إذا تحدثنا عن ذلك القطاع الموجود في سنجار أو القطاع الموجود حتى في منطقة مخمور من هنا قد تشعر الحكومة العراقية بالحرج وإذا كان باسم العوادي أنا لم أسمع إلى أنا سمعته طيب إذا كان باسم العوادي هذا هو أول مسمار في الاتفاق الذي تم بين الطرفين ذلك لأن ليس من المعقول أن يصرح وزير الخارجية التركية بشيء ليس لديه الدليل من الحكومة العراقية عليه هذه نقطة مهمة جدا الآن السؤال آخر أنه هل تمتلك الحكومة العراقية القدرة على القرار على مستقبل البككة في العراق الجواب كلا البككة هو حليف حليف لإيران في هذه المنطقة والخيمة التي تؤمنها له إيران في منطقة جبال قنديل هورمان عموما هي خيمة إيرانية حقيقة ومن هنا أيضا هناك مجموعة من الهواجس أنا واثق بأن الجانب التركي يعلم بها أو قد علم بها أو تحسب لها أن يعني إيران سكوت إيران عن هذا الاتفاق شيء يجذب التساعد نتحدث عننا أكثر إذا سمحت يعني خليني أكمل لا 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 أكمل خليكمل حتى بس نحن نأخذها نقطة نقطة دكتور رافع هناك من يتحدث أن هذا الإحجام أو الرفض الحكومة في العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية الحقيقة لا يتعلق بقضايا سياسية أو هواجس أمنية هناك ما هو مخفي هذا الحزب يتلقى دعما وتسليحا من الميليشيات وخاصة ميليشيا الحشد وبالتالي مطلوب وهو ظهير للميليشيات والميليشيات ظهير له هكذا يقول الأمنيون دقيقة هذه المعلومات دقيقة جدا هذا ما قال الدكتور عبدالوهاب القصار قال لك أن البككة أو حزب العمال الكردستاني حليف لإيران نعم وهذه المنظمات أو الميليشيات لا تدعم هذا هذا الحزب حزب العمال الكردستاني إلا بالموافقة الإيرانية إلا بالضوء الأخضر أو بالدفع الإيراني لهذا الموضوع إيران تحتاج هذا الآن هذا الحزب الآن موجود في كركوك الآن نزل في مخمور الآن نزل في مناطق في الموصل الآن نزل من الجبال الآن في المدن وهذه خطورته وهذه الخطورة التي تستدعت من تركيا تحسوا كثيرا والتي اقترحت أن يكون هناك خط يمكن 30 كيلومتر داخل العراق حتى يعملون القفل اللي يسموه نعم يعني مخلب القفل هم هذه الخطة التركية حتى يبعدوهم عن الحدود العراقية التركية وهذه الحقيقة هم الآن في المدن هذا الحزب تستخدمها وهذه الميليشيات تستخدمها إيران الآن وبالذات في هذا الوقت للضغط حتى على أكراد العراق للضغط حتى على أربيل الآن كل القوى التي تضغط على أربيل وعلى يعني حزب مسعود البرزاني وعلى أربيل ودهوك يتعلق بهذه القوى هذه القوى الميليشيوية هذه جزء من القوى التي تضغط على حتى قضية النفط يعني مسيرة النفط عبر الشمال إلى إلى تركيا جزء من عندها هذه القوى الموجودة الميليشيوية التي التي تسعى إلى هذا الموضوع هذا كل جزء من عندها إيران تستخدم هذه الورقة فكيف يمكن لإيران أن تضحي بهذه الورقة من أجل اتفاق والحكومة العراقية السوداني هل يملك القرار لا يملك القرار القرار في هذه القضية متعلق بإيران إذن أنت تذهب إلى رؤوس لذلك تركيا مضطرة أن تتعامل مع رؤوس كثيرة في قضايا في ملفات كثيرة وهنا هنا تبدأ الفوضى يبدأ التشكيك في قضية تنفيذ هذه الاتفاقيات لأنه تتعامل مع رؤوس كثيرة هل أنت تذهب إلى الحكومة وتنتهي القضية والحكومة ستنفذ كل هذا سأقول لك لا ومن يعرف بواطن وواضح الأمور السياسة العراقية سيقول لك لا هذه الحكومة لا تملك إرادتها الحكومة مملوكة بميليشيات والميليشيات ما جاءت بها والميليشيات هي أجراء لدى إيران إذن إيران تمتلك القرار القرار في إيران هل ستذهب تركيا للتفاهم على إيران في قضية تخص العراق نات كارثة كبيرة لإيران مصالح وأطماع كثيرة في وجود هذه الحزب العمال الكردستاني فوجود قضايا كثيرة وملفات كثيرة تؤثر على العلاقات التركية الإيرانية لذلك القضية لن تستوي هذه الفوضى التي في العلاقات التركية والملفات الكثيرة التي بلا حزم وشائكة ستبقى شائكة وستبقى غير محلولة لأن الوضع في العراق غير مستقر لأنه في العراق رؤوس كثيرة وفي العراق إرادة غائبة إرادة لاتخاذ القرار غائبة وغير موجودة في بغداد موجودة في طهران موجودة في واشنطين موجودة بأي مكان آخر لكن ليس في بغداد وأنت تذهب إلى بغداد لحل هذه القضية لن يجدي ذلك حلا لذلك كل الحديث عن هذه القضية ومعاملة القضايا كبقش واحد ككتلة واحدة انحلها كلها وانحل قضية الماء وانحل قضية الحدود وانحل قضية البككة وانحل قضية الطريق التنمية في ملف واحد في قضية واحدة لا يمكن لذلك جزاؤها والتجزئة هذا يذهب إلى حلول مع رؤوس كثيرة والرؤوس كثيرة هذه لا تمدك القرار والقرار يبقى هناك في مكان آخر وهذا المكان الآخر لا يقبل نهائيا بهذا الوضع لأنه يمس مصالحها بالإذن من الضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام أيضا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار عن العلاقات التركية العراقية ومستقبلها والتحديات في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دكتور رافع الفلاح والدكتور عبدالوهاب القصر دكتور الآن حزب العمال الكردستاني منظمة رهابية تعتبر تركيا تريد أن تستأصل معادية له العراق تحت هذا الضغط ضغط إخراج حزب العمال الكردستاني وتحجيمه إيران المهيمة على العراق حليفة لحزب العمال الكردستاني ولا تريد أحد أن يتعرض له العراق الحالي كيف سيخرج نفسه من هذا من حق الألقام أو هذا الشرك الكبير بين الأتراك وبين الإيرانيين يعني كيف سيخرج نفسه هل له لك إيرادة لكي يخرج نفسه؟ هذا سؤال مهم هذا سؤال مهم يعني حقيقة لماذا أتى أو مشي السوداني بحكومته التي هي حكومة إطار حكومة ميليشيات نعم كيف أتى لكي يتم التوقيع على هذا الكم الهائل من الاتفاقيات ومضافة لها شيء مهم جدا وهو اتفاقية الإطار السراتيجي بين البلدين ومن يقرأ اتفاقية الإطار السراتيجي بين البلدين يتصور بأن قد تكون هذه واحدة من عناصر الحل التي تحرر العراق ولو جزئيا من الهيمنة الإيرانية ذلك لأنك يعني أتيت إلى كفة الميزان بكفة معادلة يعني دخول تركيا بهذا الثقل إلى العراق وبالأخص عندما أتت بحليفين إقليميين يعني أصبحت لدينا اتفاق رباعي لكي ينجح موضوع القناة الجافة هذا يعني دليل على أن هؤلاء الناس أنا أتحدث عن الإتراك لا بد أنهم قد يعني درسوا الموضوع بعمق بحيث وصلوا إلى هذه المعادلة الآن القناة الجافة التي هي حقيقة تمثل واحد من الآمال والمستقبلية للعراق لكي يتحرر من ضغطين إقليميين مهمين عليه واحد كبير الذي هو الضغط الإقليمي الإيراني والآخر صغير الذي هو الضغط الكويتي الذي يحاول أن يخنق مدخل العراق إلى الخليج العربي طيب ما الذي على العراق أن يقوم به لكي يتحرر الذي قام به هو هذا أنه جاء بدولتين خليجيتين كبيرتين كبيرتين قدرة يعني لا أتحدث عن المساحة يعني دولة الإمارات بقدراتها الكبيرة وقطت دولة قطر بإمكانياتها العالية جدا على التحرك على الصعيد الدولي واتفق معهما ومع تركيا التي قدمت أظن أن تركيا قدمت نفسها كضامن مقابل التهديد الإيراني في الخليج العربي لهذه الدول ولو أنا هذا قراتي شخصية يعني لم أرى وثيقة وعندما تأتي دولتان خليجيتان تتفقان مع تركيا ومع العراق عملية اتفاق الكويت مع هذه الدولتين لن تصبح بعيدا إذن نحن هنا في المستقبل بإزاء ثلاث دول خليجية رابعتها العراق وتركيا اتفقت على شيء ما السؤال هل أن تركيا تحركت هكذا من فراغ والسؤال الذي يقابله طيب لما سكتت إيران عن هذا كان بإمكانها أن تعرقل دخول تركيا قبل الوصول إلى هذا طيب لابد أن هناك شيء قد سلط على إيران لكي تقبل لكن الحقيقة دكتور دخلي كمل فكرة في فكرتك لا زالت هناك مخاوف تركيا وهواجس من أنه ستدخل إيران على الخط لتخرب هذه الاتفاقية أو الرؤية أنت سبختني أنا هذا عاورك أنا عاورك بس طيب المعروف عن السياسة الإيرانية أنها سياسة مخاتلة ومخادعة وتغش كأنها حياة صفراء كما نقول نحن الإيراقي قبلت على مضاب نتيجة علاقات متشابكة موجودة بين تركيا وإيران لا تنسى هذه الحقيقة اقتصادية كذا هناك علاقات لكن إيران ضمنت نصف أقليم شمال العراق كما يسميه الأدراك ضمنت السليمانية التي في أحضانها موجود البككة فإذن من الذي يضمن بأن إيران لن تمد حزب العمال الكردستاني إذا ما دخلت القوات تركيا تريد ثلاثين خمسين كيلومتر تتوغل إلى داخل عراق والذي ترى هي تركيا أن وجودها في هذا القطاع سيضمن أمن الحدود التركية من الشمال وإلى حد ما نعم القناعة صحيحة لكن عليك أن تحيد جبال قنديل جبال قنديل كيف تتحيد إذا كانت إمدادات حزب العمال الكردستاني من المسيارات مثلا إذا ما أدخلت إلى المجابهة من وسائل القتال الأخرى من الذي يضمن بأن الجيش التركي سيدخل في نزه كما يتصور أنه هو الآن موجود لديه ضمن هذه ضمن حدود ثلاثين كيلومتر من الحدود العراقية الدولية عند الأشرات من النقاط والسيطرات ونقاط الانتشار والمعسكرات والقواعد خاصة في سنجار نعم في سنجار من سنجار وحتى في الجنوب حتى يعني في منطقة فإذا هنا الخوف أن إيران بطبيعة المخادعة هي أنظر من الذي جرى في الصراع في غزة لم نسمع إيران قالت أنه أنا لن تقول أنا لست أنا أنا لست مسؤولة فهكذا هذا نفس السيناريو يمكن أن ينطبق هنا أيضا وأنا أتمنى حقيقة أن يكون الأتراك قد درسوا هذا الموضوع بعمق ووضعوا له الحلول وإلا لما يأتي رئيس الدولة الاتفاقية مشكوكم بنجاحها تلك إذن قسمة نضيزة واضح أشكرك دكتور رافع صحيفة حرية القريبة من الحكومة الحقيقة كتبت وكتب أحس صحفين مقال هناك هواجس جدية ومخاوف من أن إيران قد تخرب كل هذا الترتيب الذي جرى بين العراق وتركيا والأمر لا يحتاج إلى شرح أو كشف أن النظام في العراق وتحددنا أنت تتحدى عننا هو بيد إيران بيد إيران بالكامل والحقيقة الميليشيات عندما تتابع تصريحات وكتابات على واقع التواصل الاجتماعي هاجمت الزيارة ونبشت في كل الخلافات بين تركيا والعراق بل وأخرجوا ميليشيات ضد زيارة أردوغان يحملوا لافتات ضد الرئيس أردوغان منه قاتل قطع الماء فلذلك هناك بوادر قد تكون على إيران فعلا ماضية باتجاه التخريب إلها القدرة على التخريب قد تمضي إلى التخريب أستاذ ماجد بداية ما يهم تركيا أن يكون جارها في الشرق العراق تحديدا أن يكون مستقرا أن يكون منضبطا فيه أمان فيه ثقة فيه تعامل جيد فيه عدم وجعراس لتركيا هذا ما يهم تركيا لكن ما يهم العراق طوال هذه السنوات يعني من عام 2003 لحد الآن ملف واحد فقط هم يتحدثون عنه وهناك تظاهرات عالية وهناك الميليشيات تتحدث والحكومات تتحدث هو ملف المياه يريدون أن تطلق تركيا فقط هذا الملف ويريدون أن يأتي الرئيس أردوغان إلى العراق ليناقش ملفا واحدا الملف هذا هو ملف المياه أن تطلقوا المياه وخلاص هذا اللي نحتاجه من عدكم أكثر من هذا لا يريدون وإحنا التجارة ماشيوا ياكم كمية التجارة ميزان التجارة قد يرتفع نستورد من عدكم ب12 مليار ب20 مليار هذه مو مشكلة هذه تحدد بيها طبيعة البضاع اللي نستوردها ومن من وقضايا كثيرة دراسة أثقاء لكن ما يهم هذه الحكومات هو ملف المياه لأن هذا ملف المياه يقلقهم وهذه الأحزاب عندما حصل عام 2003 احتلال العراق كانت تتحدث أن الأنظمة السابقة هضمت حقوقه وظلمت عالم بسبب الجفاف وإذا بالجفاف مستمر ومصيبة كبيرة وآخرها كانت واحدة من النكات الكبيرة وواحدة ربما مضحكة المبكية في نفس الوقت كان العراق يتحدث أنه يزرع 3 ملايين طن من الحنطة يحصد وإذا بوزير الزراعة يذهب إلى تركيا لطالب المياه فقالوا له إذا أنتم يعني تحصدون 3 ملايين طن من الحنطة تزرعوها في أرضكم مياه من جبتوا المياه حتى تزرعون هذه إذا أنتم زارعين هل قد ما تحتاجون المياه إذن عدكم مياه فهذه واحدة من الكذبات الكبيرة التي حاولوا أن يسوقونها وهم يستوردون الحنطة من الخارج ويقولون هذه زرعناها في أرضنا والعراق أرض قاحلة عموما القضية الآن تركيا أجبرت مثل ما قلت لك المبادئهم تدفعهم لأن يجدوا جارا مستقرا وجزء من استقرار هذا الجار وفي استقرار العراق هناك قوى إرهابية هذه بدت تؤثر على تركيا نزلت إلى المدن والآن تجري عمليات داخل المدن التركية هذا لا يقبل بها ومنطلقها العراق فيجب إيقاف هذه والطائرات التركية تفعل ما تفعل لكن هذا لا يفيد إلا بالتعاون العراقي كيف يمكن التعاون لذلك أجبر الرئيس أردوغان قدوم إلى العراق لفتح كل الملفات هم يريدون ملف المياه فقط لكن هو يضطر إلى فتح كل الملفات وفي قضية طريق التنمية من جاء نعم هذا بهم جدا نعم طريق التنمية يعني السؤال هو من جاء لديهم تعويل كبير على قضية طريق التنمية نعم هو من جاء من جاء بقطر والإمارات هل جاءت بحكومة السودانية أم جاءت به تركيا تركيا هي التي يوثق بها هذه الدول مثل الإمارات وقطر بغض النظر عن رؤيتنا لكن هي تتثق في تركيا تركيا دولة مؤسسات هذا الوضع التفكير المنطقي هم يعتمدون على تركيا كطرف ضامن مثل ما قال الدكتور عبدالوهام الآن هذا الطرف هو الذي جاء بهم إذن هم جاءوا لهذه اضطرت تركيا إلى مناقشة هذا الطريق وهتعرف هذا هذا المشروع محفوف بالمخاطر كثير لأن أمريكا غيرا لا توافق عليه الهند لا توافق عليه إيران لا توافق عليه وهو سيؤدي إلى تهميش قناة السويس وهذا مصر ستدخل طرفا آخر وهذه العلاقات المصرية التركية الآن بدأت تتحسن هذا سيثير قضايا كثيرة لكن في نفس الوقت وهذا يثير إيران إيران لا تريدون اقتصاد العراق أن يتحرر وأن يكون مستقلا وينمو بشكل آخر وتنتهي فائدة أو اعتماد على الاقتصاد الإيراني أو السوق الإيراني الانتاج الإيراني لا يريدون هذا يعني هذا هو أقرب إلى الفشل من من النجاح لذلك أنا أقول أن كل الملفات الآن بهذه الطريقة ذلك تحدثت أنهم يريدون الملفات كلها تناقش مرة واحدة بطريقة واحدة لا يمكن مناقشتها بتجزئة لا يمكن أيضا إذن الفشل مصيرها جدا هذا التفاؤل والحديث عن أنه جرة توقيع تفاهمات ووثائق لا يفيد لأن القرار يبقى العراق دولة غير مستقلة دولة فاقدة لسيادتها فاقدة لقدرتها إرادتها غير متحققة حكومة بلا إرادة إرادتها خارجية فأنت كيف يمكن أن تتعامل مع رأس لا يمتلك إرادته ولا يمتلك قراره إذن كل الملفات التي تمت الموافقة عليها ستمسح في لحظة واحدة والدليل ما تحدثت عنها أن الميليشياوي يخرج ليقول أن هذه المنظمة لن نعتبرها رهابية المتعرفة بس الحكومة هذا نعم ناضق بس رسمي نعم لأنهم هؤلاء هم الذين أقاموا الحكومة فكيف يمكن أن تتجاوز هذه القوة وهذا لا يتحدث من لا شيء هذا يتحدث كصدا للصوت الإيراني يريد أن يقول نحن هنا لا يمكن لهذا القرار أن يمر لا يمكن لهذه الاتفاقات ولو أن هذا القرار لم يطبق فكل القرارات الأخرى كل الاتفاقات الأخرى لا تساوي شيئا دكتور عبدالوهاب قصاب أيضا مما طرح في هذه الزيارة فيما سمي بعملية العراق الكبرى العسكرية التي يبدو يعور الأتراك عليها في أن يقوم الجيش والقوات الأمنية في العراق وميليشيات الحشد بالتصدي لحزب العمال الكردستاني وكبح نشاطات العسكرية ومنع نقل قياداته وعناصره من العراق إلى سوريا هل فعلا سيصدق الميليشيات تصدق مع تركيا في هذه المهمة المشتركة طبعا بدعم تقني ودعم عسكري من تركيا هم على الأرض والأتراك في الجو تعتقد أنه هذه العملية عملية العراق الكبرى أيضا سيكون النجاح حليفة الحقيقة أنا يعني اللي فهمت من تصريحات الرئيس أردوغان عندما قال لرئيس الحكومة الحالي أنه سنساندكم نعم أفهم أن المساندة ستكون ليس فقط من الجو يعني تركيا تريد أن تضع أقدامها على الأرض لمدايات معينة تجعلها صاحبة القول الأخير في هذا المكان هذا من جهة جهة أخرى نحن تحدثنا عن إيران قبل قليل نعم وسؤال يطرح نفسه لأن تركيا يعني عاجزة ليس لديها من أوراق تضغط بها على إيران وارا سؤال مهم جدا نعم 33% من سكان إيران هم من ذوي أصول تركيا أذربيجان عموما نعم ونحن نحن قد رأينا كيف والد دولة دولة أذربيجان المستقلة تركيا وحضرت حتى المعممين أتباع الولاي في أراضيها هذا الموضوع إذا كان قد صدق في أرمينيا لأذربيجان أخصد دولة إيران إيران ساندت أرمينيا أذربيجان نعم طيب إذا كان هذا الموضوع قد صدق في باكو فهو قد يصدق في رشد وفي تبريز أي أن أنا أظن هكذا أي ما أظن أن تركيا ليست بعيدة عن الداخل التركي الإيراني اللي موجود والكل يعلم نقطة ضعف إيران الستراتيجية الكبرى العظمى حقيقة التي لا يجيد أحدا التصرف بها هو أن الحلقة الخارجية لإيران هي حلقة حقيقة غير موالية للمركز اللي هو بالفرس أنت خذ من تبريز واذهب إلى اليمين إلى قيلان قيلان غرب عفو قيلان فوق إلى مشهد خراسان إلى الحدود الأبغانية إلى البلوجستان ثم منطقة عربستان والخليج العربي وكردستان هذا القوس كله قوس معادي في قرارات نفسه لا يوالي الحكومة الموجودة في طهران إذا كان الشيعة الأدربيجان يوالون القائد الموجود في طهران فأظن أنهم يوالونه على مضض لأنه قد غدر بقائدهم الحقيقي نعم من هنا أنا أظن بأن هناك أوراق يمكن أن تلعب غير غير ظاهرة للعيان غير ظاهرة للعيان الأتراك يريد أن يضع قدمه على الأرض ويظن أنه إذا وضع قدمه على الأرض في هذه المنطقة فإنه سيحقق لتركيا شيء كثير كانت ترنو إليه والعراق ليس بعيد بالملاسق لكردستان تركيا أو المنطقة الكردية التركية ولحزب العماء لحزب العدالة والتنمية نفس ليس قليل في ديار بكر ليس قليل بدليل أنه يعني يأخذ 28% 29% 30% من الأصوات وهذا ليس قليل ثلث الأصوات ليس قليل فإذا إذا ما حقق شيئا إيجابيا هم يرون في شمال العراق فإن هذا سيعود إيجابيا على الوضع في تركيا أشكرك دكتور رافع الحقيقة هناك من تحدث من الباحثين والمراقبين أن هذه الاتفاقيات التي وقعتها حكومة السوداني مع تركيا الحقيقة ستكون عرضة للابتزاز والمساومات بين الشركاء العملية السياسية وقد يرفع عنها الغطاء القانوني في البرلمان لتمريرها يجب أن تكون هناك ابتزاز سياسي وابتزاز مالي وهذا عام الآخر ليحكم عليها بالفشل والإضمحلال وربما الوعد قبل أن تفسر النور من يبتز من يعني الميليشيات فيما بينها قد تبتز حكومة السوداني ومن وراءه فلذلك عرضة للابتزاز يعني ليس هناك عليها إجماع أو أنه هذه يعني أنه هذه مصالح عليا للعراق ستكون عرضة للابتزاز كما أي ملف آخر عرضة للابتزاز نعم نعترف أولا أنه هذه الميليشيات هي لتشكلت الحكومة وهي من تتحدث أو تتصرف ولديها القرار في كل القضاء التي تمضي فيها الحكومة لا سنة ولا كراد يعني نعرف الوضع الداخلي سنة لا وزنة لهم حقيقة سنة العملية السياسية أقصد ولا كراد العملية السياسية الآن مضغوطين الميليشيات أيضا في الإطار ليسوا في حالة انسجام وليسوا في حالة كتلة واحدة نعم هذا وقع حال في قضية صراحهم داخل على المناصف نعم لكن دعني أقول لك أنه كل دول الدنيا تأخذ من لعبة كرة القدم مبدأا في تعاملها الخارجي في الدفاع عن نفسها ومصالحها حارس المرمى يدافع عن المرمى من خارج المرمى وليس من داخل المرمى لا يمكن لي حارس مرمى أن يدافع عن هدفه من داخل المرمى يدافع من قارج المرمى ولذلك في البرازيل في دول أمريكا الجنوبية وهذه كرة القدم التي حصلت على كأس العالم كانت لديهم نظرية وخطة تسمى الهجوم خير وسيلة للدفاع فكل الدول تهاجم من خارج والدفاع وهدفها وراءها تدافع عن أهدافها وحارس المرمى يجب أن يقف أمام المرمى تركيا تطبق هذا لذلك تقول لك أن 30 كيلومتر في قضية القفل هذه خطة القفل يجب أن تكون في الأراضي العراقية ونتعاون نحن والقوات العراقية على إبعاد هذه القوى التي تسمى ميليشياوية وارهابية البككة نبعدها هذه لا يمكن أن تتحقق الحقيقة الأتراك لديهم الإرادة ولديهم القرار ولديهم القدرة ولديهم القوات الكافية والقادرة على أن تفعل ذلك لكن بالمشاركة العراقية لأنه دخول لداخل الأراضي العراقية لكي يبقى الهدف التركي وراء ظهرهم حامل مرمى عارس المرمى يجب أن يكون أمام المرمى هذا لا يمكن أن يتحقق في العراق لا يمكن أن يتحقق لأن الإيران لا تريد ذلك لا تريد ذلك وهذه القوى الموجودة الإرهابية البككة تستخدمها سواء لابتزاز الأكراد نفسهم في منطقة للسيطر على العراق الآن إيران إذا سألتك أو سألت أي واحد إيران لماذا تسيطر في العراق تسيطر على كل العراق ما عدا ربما مناطق قليلة في أربيل ودهوك سليمانية تحت دقيتين تركيا تدرك هذه الوقاعة على الأرض بالتأكيد تدرك هذه الوقاعة على الأرض ولذلك تركيا مضطرة وقلت لك هي تريد الاستقرار تريد الدفاع عن الهدف لذلك تأخذ نظرية حارس المرمى وتذهب بها لتحاول أن تقنع العراقين أنه مصلحتكم في هذا الموضوع مصلحتكم يا عراقين في هذا الموضوع لكن المصيبة أنه في العراق رؤوس كثيرة لا يمكن الاتفاق معها وإرادة غائبة وقرار غائب غير مكان لكن ماذا تفعل تركيا هل تبقى صامتة أم تدفع هذا الموضوع على طاولة المباحثات هل سيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الزيارة وهذا الحديث المتفائل هو هو مثل ما كان قبل الزيارة ليس هناك تفاؤل هناك حديث علامية تحدث عن زيارة واتفاقيات لكن ماذا يفعل لكن في واقع الحال كل العقلاء يدركون أنه كل هذه الاتفاقات لا تسوي شيء لأنه الطرف الطرف المقابل غير طرف غير منفذ غير قادر أن يتبنى قرار غير قادر أن يثبت القرار ويدافع عن قرار لا يمكن هذا الوضع الكل يعرفه وتركيا تعرف هذا شكرا جزيلا في ختام حلقة الليلة برنامج طاولة حوار لم يتبقى لا نشكر ضيفيها هنا في الستوديو الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي واشنطن والدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا للأساند الأفاضل شكرا المشاهدين الكرام حتى نلتقي في الأسبوع القادم فيها من الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا